إنك تساعد إنسان محتاج أو بحاجة للمساعدة هذا من أسمى أعمال الإنسانية والهو العمل التطوعي ما فيك تتخيلي إنه في إنسان بحاجة لمساعدة وما تلب به مجرد ما فدتي بهالعمل التطوعي أنت بدك تكوني أدها المسؤولية فهو بدك يكون أولوية الأولى هو العمل الإنساني بصراحة هل عام نحضر على العيد كمان كما قلت لك أنه بدنا نكفي كمان عدد كبير من دور الأيتام ناخد لهم الألبيسة للأطفال وممكن دور أيتام عنا دور مسنين كمان متروحة لفكرة ناخد لهم ملابس بالنسبة لمشروع دوائي هو الخاص للمرضى المصابين بأمراض المزمنة الضغط والسكري والقلب والربو عند الأطفال فبس لا تتم الموافقة طبعاً على كل مريض ولكل حالة بحالتها بيكون عنده هاي البطاقة هي اسمها بطاقة مريض بطاقة طبية وفيه صيدريتين معتمدتين بيروح لصيدريته بياخد الأدوية اللي هي حسب الوصفة الطبية اللي هو جاب المريض وحسب مرضه وبيعطيه دويته لكل شهر بشهره لمدة سنة وهو طبعاً كل سنة فيه تجديد لأنه هو مشروع مستدام هلأ هون نحن هالغرفة هي غرفة لحملة اسمها حملة التنفس وهي الحملة اللي نحن كانت موجودة أكثر من ثلاث سنوات وقت للأسف انتشار وباء كورونا فهي حملة إعارة موريدات الأكسجين بشكل مجاني لمرضى اللي ينصابوا بالكورونا وإن شاء الله الله هيك يشفي كل المرضى يا رب وهو يلحملة مستمرة لغير المرضى اللي هن المصابين بوباء كورونا اللي هن له علاقة شي بالتنفس وبالأكسجين بإعارة هاي الموريدات الأكسجين بشكل مجاني اشتركوا في القناة